وقلت هذا في كلامه ظلم لداء الإفتاء لعدة أسباب الأمر الأول كلام أن داء الإفتاء انتهى قدرة على هؤلاء المجرمين والعصات والميليشيات وأهل الحرابة هذا كلام غير صحيح لأنها لو كانت تملك ذلك لأنقذت نفسها وأنقذت علماءها ومشايخها الجميع يعلم أن الشيخ نادر العمراني رحمة الله عليه هو من رموز داء الإفتاء ومن كبار علمائها وقد اختطفته يد الغدر والخيانة والحرابة اختطفوا قطاع الطرق يعني في الطريق العام على مشهد ولم تستطع داء الإفتاء أن تقدم له شيء حتى قتلوه شر قتله ومثلوا به وإن كان والد الأطفال استطاع أن يقبض على المجرمين كما ذكر فين داء الإفتاء لم تستطع حتى أن تقبض على المجرمين ووجدت من يتستر عنهم فذهب الشيخ رحمة الله عليه غدرا وظلما وعدوانا من أيدي الإجراء مقطاع الطرق ولا الإفتاء عجزت عن إنقاذه وعجزت عن القبض عن المجرمين وملاحقتهم